العمران القديم والضارب في أعماق التاريخ بمنطقة ودي عبدي وإغزر أملال بلورس كان موضوع مداخلة للمهندس بشير باردو في إطار نشاط ثقافي نظمته جمعية تفسوث ببلدية منع ولاية باتنا هلها قليعة من بالول هلها قليعة من قلفن سنتيا لازم الدولة نغاها نتصنف كطراث معماري وطني وعالمي أما الدكتور معتز بالله بن غاليا فتحدث عن تأثير البيئة السوسيو ثقافية في الأوراس على الرقص التقليدي متخدا من الرحابة ألموذجا وأبرز في البداية مبدأ الانشطار والانسهار داخل المجتمع الأمازيغي ثرحابث أو ثردست هو ترجمة حرفية للتركيبة السوسيو ثقافية للمجتمع الأوراسي والنظام القبلي معروف منذ القديم بمبدأي الانشطار والانسهار بتحليلنا المرفولوجي لهذه الرقصات راح نجدوه أنه هذا المبدأين حاضرين سواء في القصائد المغنات من طرف الرقصين أو حتى في الرقصات في حد ذاتها اللي تكون عبارة على صف ثم تنقسم إلى صفين ثم تعود ترجع إلى الشكل الأول اللي هو صف واحد أما عن مبدأ المساواة فأضاف المجتمع الأمازيغي والأوراسي خاصة يتميز بنعدام التاراتوبية ونعدام الهرامية هذا المبدأ نجدوه في هذه الرقصات حيث أنه المايسترو اللي نجدوه في أشكال غنائية أخرى عرفوها الأمازيغ كما أحواش أو أكوال في المغرب الأقصى يغيب عند الأوراسيين بحكم أنه جميع الرقصين لازم يلبسوا نفس اللباس ويؤديوا نفس الحركات وما لازمش واحد يتميز على واحد تعددت اهتمامات متقفي منطقة الأوراس بخصوص توراث أسلافهم ومن شأن هذه الأنشطة النوعية أن يزيد في معارف جيل اليوم حول ماضي أجدادهم ترجمة نانسي قنقر